بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وابنات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى نتلو آيات ونتعلم تلاوة آيات ونكسب حسنات أيضا بتلاوة آيات من سورة المؤمنون من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الواحدة والأربعين إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا أن يطلب الطالب والطالبها الأجر من الله تعالى بتلاوة الآية كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لذلك نتلو الآيات ونحن نحتسب الأجر أي نريد الأجر من الله تعالى ننوي رغبتنا بالأجر من الله عز وجل أيضا من أهداف درسنا أن يطلب الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ولكي نتلو تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء لا بد أولا من التأني والتمهل أثناء التلاوة لنتمكن من رؤية الحركة التي على الأحرف يعني لما أقرأ الكلمة أقرأ من أولها وأركز على الحرف والحركة التي عليه يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه لكي أتلو تلاوة صحيحة خالية من الخطأ أيضا أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد خاصة ما أخذناه في دروس التجويد وسنطبق سويا وننبه على بعض الأحكام أيضا من الأهداف أن يتلو الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع بتدبر لنفهم كلام الله عز وجل وبخشوع حتى نتأثر بكتاب الله وكلام الله ثم نعمل بعد ذلك إذن على بركة الله سنبدأ أولا سأقرأ لكم الآيات وأنتم تنظرون وتستمعون وتركزون على الحركات بعد ذلك نستخرج بعض الكلمات ونبين كيفية قراءتها ثم أيضا نستخرج بعض الأحكام اليسيرة من أحكام التجويد التي درسناها في دروس التجويد ثم بعد ذلك أنتم تتلون الآيات معي لنتلوها تلاوة صحيحة خالية من إخطاء ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه التلاوة الصحيحة على بركة الله نبدأ درسنا هذه الآيات من سورة المؤمنون استمعوا وانظروا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ آخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين بارك الله فيكم نعود الآن إلى الآيات من أولها لنبين ما فيها من كلمات وأحكام الآيات سهلة جدا لاحظوا معي هذه الياء ياء الصلة دائما ياء الصلة هذه نأتي بها هذه ياء الصلة لما قبلها الصلة للها التي قبلها فنأتي بها في حال الوصل من قومه ما هذا إلى قومه فقال هذه ياء الصلة نأتي بها في القرآن كله ننتبه لها من الكلمات غيره لاحظوا الراء عليها ضمه ما لكم من إله غيره غيره الراء عليها ضمه وبعدها ووصله كما قلت لكم نقرأ بهذه الواو في حال الوصل وعليها المد أيضا نمدها أربع حركات مثل المد المنفصل لاحظوا هذه الكلمة الملأ فقال الملأ لما نقف عليها بالضم لما نصل فقال الملأ لما نقف عليها من خلف فقال الملأ لما نقف عليها في حال الوصل كلمة إلا بشر مثلكم لاحظوا اللام عليها ضمه بشر مثل أخبركم نأتي بهذه اللام المضمومة أيضا المد ملائكة نأتي بالمد في حرف المد إذا كان طبعا إذا وجدنا حرف المد على حرف المد وبعده همزة نمده أربع حركات أربع حركات نمدها في حال حرف المد وبعده همزة مثل هذه الأمثلة سنمدها إن شاء الله ونحن قرأنا بها وبيناها وقرأناها طيب إن هو إلا رجل به هنا رجل به تنوين ضم وبعده حرف الباء والحكم هنا قلب التنوين إلى ميم ثم إخفاء هذه الميم أيضا كلمة جنة لاحظوا جنة فتربصوا فتربصوا تنوين ضم جنة فتربصوا وهنا الألف هذه الألف التي عليها هذه الدائرة الصغيرة تعني عدم النطق بها أي ألف في القرآن عليها هذه الدائرة تعني عدم النطق بالألف وأحيانا تأتي على حرف الواو إذا ننتبه لهذه الألف التي عليها هذه الدائرة الصغيرة الدائرة تعني عدم النطق بالحلف لا في الألف لا في الوصل ولا في الوقف على بركة الله سنقرأ الآيات انظروا وقرأوا نقرأ أولا الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا الاستعادة أحسن توم نبدأ نقرأ على بركة الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين أحسنتم بارك الله بكم ننتقي إلى الآية التالية أيضا أرأناها نبين ما فيها من كلمات المدود كما تعلمون نأتي بها كلمات سهلة جدا ويسيرها كلمة بأعيننا بأعيننا ووحينا كلمة أيضا فسلك لاحظوا هذه همزة وصل لا تنطق لا تنطق همزة الوصل فسلك فسلك فيها نقراها بهذه الطريقة وَلَا تُخَاطِبْنِي الْأَلِفِ الصَّغِيرَةِ نأتي بها أيضا كلمات مُغْرَقُون ولاحظوا إِنَّهُم مُغْرَقُون عندنا النون المشددة نأتي بها بغنة وعندنا الميم الساكنة بعدها ميم متحركة فالحكم هنا إضغام الميم في الميم إِنَّهُم مُغْرَقُون طيب أيضا عندنا هنا نون ساكنة بعدها ميم الميم من حروف يرملون أي من أحكام الإضغام إذن هنا النون حكمها الإضغام في الميم والميم أيضا من حرف يلمو يعني حروف الإضغام بغنة ومن معك كلمة سهلة وحكم سهل التطبيق أيضا هنا فَقُلِ الْحَمْدُ لاحظوا هنا عندنا لام تحت كسرة لا نحول الكسرة إلى فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا لاحظوا الميم عليها ضمة وَالْبَاهُنَا رَبِّ دُنْي يَا كَسْر فقط رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ يضم في الراء خير المنزلين الزايد تحت كسرة وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ أيضا وَإِن كُنَّا لَا مُبَتَلِينَ لَا مُبَتَلِينَ لَا مُبَتَلِينَ أتع لها فتحة إذن سنقرأ الآيات على بركة الله اقرأوا معي قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين ومن كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين الآيات التالية أيضا قرأناها وبيناها كلمة قرنا آخرين كلمة غيره تنعى ضم الرأى وقال الملأ الضم في الهمزة وقال الملأ من قومه كلمة وأترفناهم نأتي بالألف الصغيرة بعد النون وأترفناهم في الحياة لاحظوا هذه الكلمة كتبت بهذه الصورة ونجد حرف الألف فوق الواو هذا يعني أننا نقرأ بالألف بدل من الواو في الحياة نمد الألف أيضا بعد اليا كلمة إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُّكُمْ ضم الألم مِثْلُّكُمْ إذن الكلمات سهلة يسيرة ونقرأ بها أَيَعِيدُوكُمْ لاحظوا أَيَعِيدُوكُمْ نأتي بالحركات كاملة أنكم إذا ميتم الميم مكسورة ميتم نقرأ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ننتبه لهذه الكلمة أيضا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا بِضَمِّ التَّأْكُمْ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ نِفْتَرَى رَجُلُ نأتي بالتنوين في اللام رَجُلُ نِفْتَرَى رَجُلُ نِفْتَرَى هكذا نقرأ هذه الكلمة أيضا كلمة لَا يُصْبِحُنَّ لَا يُصْبِحُنَّ أيضا كلمة فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالضَّمْ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً إذا وقفنا على التنوين الفتح نقف بألف بدل التنوين غُثَاءً نقف بألف فبعدا للقوم الظالمين إذن على بركة الله سنقرأ الآيات يقرأوا معي هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غُثاءً فبعدا للقوم الظالمين بارك الله فيكم وصلنا إلى ختام درسنا يقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن إلى أن نلقاكم في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترجمة نانسي قنقر